السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي جميعا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تقدر تنزل الفيسبوك على الكمبيوتر او على البي سي. هنتكلم ان شاء الله على كزا طريقة ان انت ازاي تقدر تنزل الفيسبوك على الكمبيوتر ان فيه كتير مننا ما بيحبش ان هو يفتح الابليكيشن على طول من البيروزر ويفضل يعمل تسجيل الدخول وكده فهو عايزه يبقى الابليكيشن على طول على البي سي. فحنا النهاردة ان شاء الله هنشوف كزا طريقة مع بعض. اما حاجة بس قبل ما نبدأ الفيديو انزل بسرعة اعمل واحد للفيديو اشترك في القناة فعل الجرس وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. دعموكو ده يا جماعة هو اللي بيفرين معنا وبيخلينا نستمر فياريت على قد ما بنتعب تدعمونا بقى وكده يا جماعة. مابدايا نصلي على رسول الله وخلينا نشوف مع بعض الكلام على ايه. ماشي يا جماعة اول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح البي سي بتاعنا او الكمبيوتر بتاعنا او اللاب توب بتاعنا وحنبدأ نشوف مع بعض هنعمل ايه? اول حاجة هنعملها يا جماعة وحنتكلم عليها لو انت ويندوز تن او انت ويندوز اليفن هنعمل ايه? انا بفضل طريقة ويندوز تن وطريقة ويندوز اليفن على طريقة المايكروسوفت ستور. مايكروسوفت ستور يا جماعة ده بيبقى موجود على اي آآ ويندوز سيفي قصدي ويندوز تين او ويندوز اليفن هتلاقيه موجود على اي واحد فيهم. تقدر ان انت لو ما لقيتش العلامة تحت تقدر ان انت تدخل في السيرش وتبحث عن المايكروسوفت المايكروسوفت زي ما انت شايف بيطلع لك بالمنظر ده بتبدأ ان انت تفتح الابليكيشن وخلاص. فزي ما انت شايفين الابليكيشن فتح عندنا بالمنظر ده. فيه تقريبا حاجات كتيرة جدا من اللي بتبقى موجودة على الموبايل تقدر تحملها فانت لو جيت كده بصيت حتلاقي ان فيه ممكن تدخل عليها من هنا او ممكن تدخل من هنا على الابس ومن الابس تقدر تختاري فانت لو نزلت هنا مسلا تحت هتبدأ تدور مش هتلاقي دلوقتي الفيسبوك مش باين فممكن تدخل على وتبدأ تدور او ممكن تبحث في فانت زي ما انت شايف جاه هنا الفيسبوك لو برضو عايز تبحث من الاول من وانت برا على الفيسبوك تقدر تبحث عن الفيسبوك فحنبدأ نبحث بالمنظر ده زي ما انت شايف الفيسبوك اب طلع معايا بالمنظر ده. بيبدأ ان هو يجيب لك كده الفيسبوك. بيبقى الدنيا في تمامه لازيزة وكل حاجة. كل انت بتعمله ان انت بتبدأ تعمل هيبدأ يحمل معاك البرنامج. زي ما انت شايف هيبدأ يقول لك البرنامج قد ايه اصلا. هو البرنامج معنا بالمنظر ده يعني تقريبا مساحته صغيرة. يا دوب شوف انت ما عادش وقت. بس برضو على حسب النت بتاعك. عشان لو طاول عندك ممكن النت عندك يبقى بغطي. كل ما انا هعمله ان انا هبدأ اعمل زي ما انت شايفين اول ما عملته هو بيفتح على طول يعني بيفتح على طول البروزر انا كنت مسجل عليه ففتح على طول. فزي ما انت شايف لو انت بقى عايز تدخل على طول ما تضطرش ان انت تعمل حاجات جديدة وكده ان انت قصدي كل مرة تدخل تدور في السرش على الفيسبوك. لا اعمل هنا وابدأ اعمل دلوقتي انا لو قفلت الفيسبوك هتلاقي الفيسبوك موجودة تحت تقدر ان انت تدخل عليه على طول. بيدخل عادي اكنه اكنه برنامج. اكنه برنامج عادي جدا على الجهاز. فبيبقى سرع واحسن بالنسبة لك. تمام يا جماعة? تمام يا جماعة. دي بالنسبة لطريقة المايكروسوفت ستوري اللي هتلاقيها موجودة على الويندوز تان وموجودة برضو على الويندوز ايليفن. طيب انا بقى ويندوز سيفن مسلا او ويندوز ايت فويندوز سيفن ويندوز ايت او مش عاجباني الطريقة دي او الطريقة دي مش نفعة معي. بيبقى لهم طرق تانية. اول طريقة جماعة ان انت بتنزل برنامج. البرنامج ده بيبقى في برنامج اسمه تقدر تنزل البرنامج ده. وتعمل من طريقة دي. طريقته سهلة جدا بتفتح اي برنامج. يعني احنا هنقول سريعا. بس انا كنت اعمل فيديو طريقة التسبيت. ازاي قبل كده ممكن تشوفه يعني. بس هو كل اللي انت بتعملون ان انت بتدخل تكتب فزي ما اتشايفين احنا بحسنا عن بتدخل على اول رابط بيطلع لك. بتبدأ تتحدد النسخة اللي انت عايزها. يعني انا هنا مثلا في اتنين وتلاتين بيت. وفي اه الاربعة وستين بيت. على حسب نسخة الويندوز بتاعك شوف نسخة الويندوز في اتنين وتلاتين وفي اربعة وستين بتعمل وبتبدأ تعمل لها وتبدأ تشغل عادي. فدلوقتي احنا هنبدأ نشغل عشان نبدأ نشوف اللعبة بقى او قضي نشوف الفيسبوك ازاي تقدر تشغله. هو عموما الجيم لوب عبارة عن زي محاكي المحاكي ده اكد انك عادي يفتح الموبايل فاهمني يعني على عليه البلاي ستور بتبدأ ان انت تحمق اهو زي ما ان شايفين جوجل بلاي ستور الفيسبوك اصلا موجود يعني هو اصلا بيبقى نازل معاه بس احنا هنعتبر ان هو مش موجود. كل انت هتعمله ان انت هتجي جاي هنا على جوجل بلاي ستور تدوس عليه وتعمل هيبدأ معاك ينزل الفايل هو مش يجي لك ان هو بينزل بس هو بينزل الفايل هيقعد شوية كده وحيبدأ يفتح وطبعا لو عايز تكبر الشاشة تبدأ تدوس على اف احداشر اف احداشر بتكبر الشاشة وتصخرها تمام زي ما انت شايفين كده جا تحت ان هو بدأ يفتح معايا البلاي ستور زي ما انت شايفين بيحمل كده ان هو يفتح او دلوقتي هيبدأ يفتح معايا البلاي ستور دخل على طول انت لو لسه عامل الاكاون انت او لسه بنزل البرنامج هيجي لك الاول تدخل حساب جوجل بتاعك اللي هو الجيميل هتسجله عادي زي الموبايل بعد كده هتيجي هنا في السيرج تكتب الفيسبوك يعني لو جيت بصيت او الفيسبوك هيبدأ يطلع معاك بالمنظر ده انا معمول لي اصلا قبضيت ان انا كنت منزله تمام بس في نفس الوقت انت لو ما لقتوش ممكن تدخل من هنا على الابس وبتيجي هنا او بدل يعني ما تبحث على الفيسبوك تدخل على او ممكن تنزل تحت شوية وتكتب اه تشوف الحاجات الفريق او الحاجات المهمة يعني فعموما يعني انت ممكن تدخل عادي على ان اكيد الفيسبوك هتبدأ تدخل عليه تبدأ كده تنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت هو تقريبا اصلا مش راضي يظهر ان انا بنزله بس خلينا نكمل ما انا ما ظهرش فخلينا زي ما احنا يا جماعة عادي بتبحث على الفيسبوك بتبدأ تدخل عليه انت بدل هتلاقي هتبدأ تعمله وحيبدأ ينزل معاك زي ما انتشايفين يا جماعة الفيسبوك عادي جدا بتبدأ تعمله وكل مرة بقى في الفكرة دي ان ان انت هنا دلوقتي هتدخل الباسورد والايميل وخلص هتعمل لوجن وحيدخل وبرضو ممكن ان انت تعمل لها آآ صورة خارجية او تعمل لها بتاع خارجي بس هيبقى مش زي التاني يعني الفكرة ان انت كل مرة هيجي يفتحه لازم يفتح انت ممكن تتخلي له نسخة على الديسك توب هنا وتفتح على طول منها زي مسلا نسخة دي بس الفكرة كلنا لما اجي يفتح مثلا هيفتح البرنامج تمام ده اول محاكي تكلمنا عنه وتاني محاكي اصلا اللي هو محاكي دي اصلا بنزلها من المحاكي ده اللي هو برضو طريقة تنزيله نفس الطريقة بتدخل على وبتبدأ تبحث عن تمام وبعد كده بتبدأ تبحث عن وبتبدأ تدخل على بتدخل على اول حاجة انا برضو كان ليا فيديو وبنزله لو عايز تعرف الطريقة بالتفصيل ان طريقته سهلة برضو بتبدأ تدخل بتشوف النسخة اللي انت عايزها فيه طبعا كزا نسخة وبنتشوف الاول جايزك يستحمل ولا لأ هنا لنظام تشغيل ويندوز اه حداشر لو عايز تشوف النسختك ايه اربعة وستين ولا اتنين وتلاتين لو انت نظام الماك مسلا هتنزل النسخة دي وهنا برضو لو انت نظام تشغيل اقل اللي بتنزل تمام كنت برضو شرح طريقة تانية لو معرفتش انت هتنزل البرنامج شوف الفيديو اللي فات بس هي طريقة سهلة يعني فالمهم بينزل عندنا البرنامج بالمنظر ده بنيبدأ ان احنا ندخل على البرنامج زي ما انتشايفين هيبدأ برضو يحمل معنا برضو عشان تكبر الصفحة بتعمل لها اف احداشر اف احداشر يا جماعة بتكبر الصفحة وبتصغر تمام خلينا نعمل اف احداشر تمام زي ما انتشايفين امونجا قصة اللي قلتلكو عليها بتبدأ تدخل على من هنا بعد كده بيبدأ يحمل معاك طبعا انت اول مرة حتيجي تدخل هيقول لك ان انت لازم تسجل الايميل والباسورد بس انا عشان برضو سجلت الايميل والباسورد ما طلبهمش مني فبتسجلهم عادي الجيميل والباسورد هنا بقى بتبدأ تبحس عن الفيسبوك تمام هنشوف الفيسبوك موجود هنا ولا لأ طبعا هوا موجود وفيه الفيسبوك كمان طبعا اول ما دوست عليه هو بيقولي هينزلوا من تانية تمام فانت بتشوف اللي انت عايزه بس مسلا انا عملت هنا انت خيعمل الاولى ان انت هنا هينزلوا من هنا فانت يستحسن ان انت تعمل ايه ينزلوا من بس انا مش عايز انزله ان انا كده هنزل تلات نسخ انا عندي على وعندي على فهنزله كل شوية ليه فالمهم يا جماعة كده عندنا النسختين برضو تقدر تنزل الفيسبوك لايت وتقدر تنزل نسخة الفيسبوك العادية تمام يا جماعة تمام كده احنا شوفنا التلات طرق اهم حاجة بس انت ممكن برضو تكبر الشاشة والصغيرة من هنا اهم حاجة بس ان انت لما تيجي تنزلها او كده تشوف امكانيات اصلا البرنامج يعني البرنامج ده ليه مواصفات جهازة عشان يقدر يشتغل الاجهزة الضعيفة خالص ممكن ما تشغلهوش برضو ليه مواصفات كمان على حسب هو فور ولا فايف تمام فانتو على حسب ممكن بقى بعد كده تعمل لها من بره كده ان انت تقدر تدخل يعني انا لو دخلت على الامونجة قص دي بس هيفتح بس انا اعمل لها ايه من بره بدل ما ادخل لسه واختارها لا انا بدوس عليها من بره بيبدأ يفتح معيها بالمنظر ده ويبدأ هو يدخل اوتوماتيك على اللعبة تمام يا جماعة تمام يا جماعة فاعتقد الطريقة كان سهل يعني حبيت ان انا اقولها بسرعة وما طولش عليكم في الفيديو علشان ما كده هو يعني دي الطرق بتاعت الفيسبوك ان انت تنزلها يعني هياه بدل يا جماعة الطرق ان انت تتنزل الفيسبوك شفنا مع بعض تلت طرق دي تعتبر احسن الطرق اللي انت تنزل بها الفيسبوك شفنا مع بعض طريقة ستور وانا بفضل طريقة للناس اللي عندها والناس اللي عندها وبس بردو اكيد جهازهم يبقى كويس يعني بس هي احسن الطرق بالنسبة لانتiero للناس اللي ما عندهش ولتن ولا هتضطر ان هي هتنزل محاكي فيستحسن احسن محاكيين عشان تشغل عليهم الجيملوب والبلوستيكس دول احسن محاكيين عشان تنزلوا عليهم. بالنسبة للجيملوب ليه مواصفات عشان تشغل الجهاز والبلوستيكس برضو ليه مواصفات. فنزل النسخة اللي هتقدر عليها يعني. انت لو هتنزل الجيملوب هتجي داخل على على الاتشو هتجي كاتب هنا مثلا الجيملوب. تمام? ده سريعا يعني قبل ما نقف. هنا لو جيت شفت مش هنكتب خليها ماشي نكتب كده ونجي شايلين دي. هاو. هتبدأ ان انت تخش على تشوف المواصفات. هو هنا هيجيب لك المواصفات. قال لك دي اقل امكانيات. طرح ما انت جهازك اعلى من الامكانيات دي. هتقدر تشتغل. ونفس الكلام برضو هتعمله على البرنامج التاني اللي هو البلوستيكس. هتعمل بلوستيكس وبعدك هتبدأ تشوف وتقارن جهازك هنفع ولا لا. فبس يا جماعة دي كان الطرق تنزيل الفيسبوك. اتمنى ان انا ما كنش طولت عليكم وتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا حاولت ان انا اقول كده الموضوع سريعا. عشان فيه ناس بتمل لما الدنيا تبقى بطيقة وكده. بس يعني اتمنى ان كل حاجة ان حابب اوصلها لكم تبقى وصلت وتعرفوا تنزلوا الطريقة والطريقة تنفع معاكوا يعني ان شاء الله ان انا قلت لكم تلات طرق والطرق تلات طرق ان شاء الله ان شغالين تمام مع كله. فبس يا جماعة كانوا ده الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. طبعا لو انت للسابقة ما عملتش لايك انزل اعمل لايك بسرعة اشترك في القناة فعل الجرس. وهو عا تنسى الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. كتب لي برضه في الكومنتات حابب نعمل الفيديوات عن ايه و اي حاجة حابب نعملها ممكن تكتب لي في الكومنتات سواء هي خاصة بالموضوع او مش خاصة بالموضوع. وبس يا صديقي العزيزة شوفك في الفيديو اللي جاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.